بالموهبة الحقيقة الإنسان بيكون شخص مختلف ومتميز وخاصة كمان إذا كانت الموهبة دي بتدعم من خلال الدراسة الأكاديمية النهاردة معنا مهندسة درست الفنون وكمان دعمت موهبتها من خلال مشروع صغير من خلاله بتقدر أنها تدر دخل على أسرتها بيشرفنا بالحضور النهاردة المهندسة شيماء محمد فتحي مصممة الدكور والمشغولات جلود يدوية أهلا بحضرتك معينا أهلا وسهلا أهلا بك حضرتك خريجة فنون جميلة ولا تطبيقية لا أنا فنون جميلة فنون جميلة قدرنا إزاي بقى نبتدي أن نعمل مشروع صغير حكاية أن الواحد يبتدي يعمل مشروع دي بيبقى متخوف الحقيقة لا والله أنا يعني أنا دايما بحب أشتغل بإيدي بحب الكرافت يعني أي حاجة شغلة بالإيد أنا بحبه وبعدين في نفس الوقت برضو بحب خامة الجلد بتقالي خامة الجلد من الخدمات من الخامات الطيعة اللي تقدر أن أنت تشكلي منها حاجات كتيرة آه آه طبعا طبعا بس فقلت يعني أنا أستغل ده يعني حبي للكرافت عموما وخامة الجلد دي فقلت يعني أبدأ حاجة صغيرة كده على قد ابتديت المشروع من قد إيه تقريبا من سنتين تقريبا من سنتين كمين بقى المين الزبون بتاعك هنقول بقى بلغة مين الزبون بتاعك اللي كنتي الأول بتوريله الحاجة وتشوفي رد فعله آه النسي اللي حوالي يعني في البيت مسلا آه وبعدين يعني أوسع شوية قريبي مسلا صحابي كده آه وبعدين لقيت الدنيا يعني ماشية كويس الحمد لله فبدأت بقى أشارك في معارض كده يعني تمام لو ابتدينا بقى نشوف دي ايه دي محفظة تقريبا دي لأ دي شنطة صغيرة يعني شنطة آه يعني كده متى يقلي باش مهندسة المفروض ان الواحد يشوف السوق عايز ايه مش كده وتبتدي ان انت تعملي زي ما السوق عايز او مثلا مراحل عمرية معينة بتعملي لها المنتج بتاعها آه يعني دي طريقة وممكن برضو الواحد ممكن اشوف ايه اللي ناقص في السوق وانا يعني انزل بيه بحيس ان ايه تبقى هيا جديدة مش ان انا اقلت حد يعني آه بس فبت هيالي ان انا يعني عملت كده او انا مش هيف سكة يعني مش مش موجودة يعني موجودة بس مش منتوش ارقاوي يعني الشنطة اللي حضرتك مسكتيها دي حلوة قوي بس احنا عايزين نشوفها بشكل افضل واجهيها بس كده ايوة حضرتك تمسكيها كده ايه اكتر المراحل العمرية اللي حضرتك بتشتغلي عليها آه فيه شباب اكتر آه يعني من مثلا من العشرينات مثلا كده لحد الاربانات تقريبا يعني ده السن ان انا بقدر اوصل الحاجة بتاعتلي آه تمام وما اللي نقول اللي على شكل رول دا ايه آه دول آه دي بريسلت بريسلت آه آه طب نمسكها نبينها برضو للكاميرا أوكي مايش علش مفيش مشاكل آه مهم آه مهم دي بريسلت اعتقد انها بقى للسن الصغير اللي هما المراهقين آه آه الشباب اكتر برضو آه ممكن كمان الجلد تشتغلي عليه بالحفر مثلا في حفر او في دق وفي ضغط بس انا يعني بحب حتى لو دقيت مثلا بدق حاجة بسيطة يعني برضو عشان يبقى مخرجش عن الستايل اللي هو البسيط بتاعي يعني يعني بحب ببين اكتر الجلد اكتر من ان انا ببين عليه رسومات او ان انا اللون فوق او كده آه الفنون الجميلة من الكليات اعتقد ان هي بتؤهلكم بشكل كبير جدا لسوق العمل يعني اعتقد ان الجلد من الحاجات اللي انتو بتشتغلوها في مراحل الكلية كلها آه لا فنون جميلة مش 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 بني يعني مش بني بتشتغلو على الجلد لا في كليات تانية بتشتغل الشؤول ده مثلا جلد او خشب او كده بس احنا لا يعني كنا اكتر دراسة يعني تصميم اكتر تصميم اكتر اعني ان انا فز او ان اعرف ميكانيزم حاجة او كده الشنطة برضو عند حضرتك دي جميلة قوي اللون الجمل دائم للالوان الجميلة صح كده اكتر الوان يعني الناس بتملها دايما البنيات او الجملية او الديزاين بقى بتاع الشنطة اللي حضرتك بتعمليه نقول ايه زي اللغة بتاعتنا احنا بتشتغلي على الهوى على طول او بتبتدي ان انت ترسمي زي سكتش مثلا وتبتدي تنفيذي بعد كده والله حاجات وحاجات يعني انا فيه حاجات ساعات بحس ان انا مش عايزة للفكرة تروح فبروح دايما حتى يعني عاملها سكتش قط سرع عشان ما تروحش مني عشان ساعات الحاجات دي بتيجي بالليل يعني قبل النوم وساعات تانية خلاص يعني بفكر بس بس بسرعة كده شكل الحاجة واروح على طول القطعة ومنفزها يعني تمام في برضو كمان معينا محافظ يعني دي لا خلي حضرتك مرتاحة يعني زي المحفظة دي برضو شكلها لذيذ قوي دي 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 شنطة يعني شنطة بس صغير يعني برضو صغيرة كده موبايل مثلا او كده موبايل محفظة صغيرة كده يعني الحاجات اللي انا مستندات ورق صغير اه اه كل حاجة يعني صغير يعني ممكن اروح مثلا بيها مشوار مش هبقى محتاجها اشيل حاجات كتير او يعني مش مش الحاجة اللي هو العملية مش روح ليه مثلا كلية او كده اه اعتقد كمان ان المنتجات بتاعت حضرتك مهياش مقتصرة على السيدات فقط اه لا فيه رجالي برضو يعني فيه مثلا حزام لحزمة او 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 وفيه حاجات بتبقى للالتنين يعني مثلا زي البريسلت الملونة دي او 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 الحزام كمان من الحاجات الجميلة الحقيقة والمميزة جدا بس مين اكثر اقبال على الشراء ده للستات الستات ما بتبطلش الشراء خالصا صحي كده بس يعني الرجالة بس ايه ما بتاخدش وقت على طول يعني على طول بيكرر هو لان هو بيبقى نازل عايز مثلا حاجة معينة بيدور على الحزام خلاص هشتري حزام بس الستات بقى ممكن احنا يعني ايه الستات بتغير كتير او صحيح الناس كمان بتحب الحاجات اللي فيها خصوصية يعني ممكن لو حضرتك اضفتي مثلا لمسة حرف مثلا او اسم او او وش بورتري للشخص نفسه على الشنطة ده هيلاقي اقبال كبير ايه رأيك بالفكرة دي والله يعني او يعني بس هو برضو في ناس يعني انا برضو دخلت السوق كان في ناس اصلا بتعمل ده فانا برضو مكنش عايزة اخد سكة ان انا اشوف حد بيعمل حاجة فاروح عاملة زي هاني عايزة اضيف حاجة جديدة في شنطة تانية مستخبية جنب حضرتك هنا او دي كده او دي ستايل تاني برضو لحد ما طوت كده طوت باك كده برضو ما فيهاش يعني حاجة خالص هي بسيطة فيها بس جيب من جوه كده كبير برضو عملية يعني دي من الحاجات بقى اللي ممكن تشيل اكتر يعني امتالي كمان الفنشنج بتاع اي منتج ده شيء مهم قوي اه طبعا اه بيبقى فيه حد مساعد مع حضرتك بيشتغل معاك في الجزئية دي ولا حضرتك من ايته زاد في المنتج نفسي لا انا بستغل لوحد يعني من اول كل حاجة من اول ما مثلا بعمل بطرون او بقص الجلد ولا حد اخر حاجة خالص ده هو الفنش بتاع المنتج الى اي مدى بقى السوشيال ميديا اصبحت نقول اي مكان ان انت تسوقي لشغل بتاعك اه هو يعني طبعا اكيد يعني بقت اسهل لان يعني انا مشافة لو مكنتش موجودة يعني كان ممكن اوصل للناس ازاي كبداية يعني بس ان الناس تعرفني او كده لازم طبعا بقى فيه صفحة اه على اي اي وصير التواصل اه وبعدين بقى ببدأ يعني ان انا برضو بقى موجودة في معارض او كده فمن خلالها برضو بيعرفوا ان في صفحة كده يعني متقلي ده محتاج من حضرتك ان انت تتفرج كتير تزوري معارض كتير تقدار ان انت تبصي كمان في الكتب في كتب سواء كان الكتب بالتاريخ يعني عندنا عصور كتيرة ومختلفة ممكن تخدي منها موتيفة معينة تبقى هي الاساس في شغلك ممكن اه برضو بس يعني انا برضو بعمل كده في حاجات قليلة قوي يعني اه يعني شوف مثلا محفظة من المحافظ دي دي مثلا اه اه دي برضو محفظة حريمي كبيرة يعني اللي هي بتاخد كل حاجة اه يعني كروت مثلا فيها اكتر من اكتر من جيب اه اه دي بتاخد كل حاجة عشان يعني ايه فيه ستات اللي هما بيبقوا كبار شوية او كده بيبقوا عايدين الليم وكل حاجة في حاجة واحدة في حاجة واحدة هل ممكن يجيلك مثلا زبونة تقولك انا عايزة محفظة بالمواصفات دي عايزة كذا وكذا وكذا فبالتالي انت بتعملي بناء على رغبة الزبون اه انا يعني سبس لا ما بابلت كده طب ايه انت يعني انت بتلبي رغبة الزبون وبالتالي بتبقى افكار جديدة عليك اه يعني برضو برضو لان فيه ناس بتعمل كده فخلاص يعني انا يعني لو حد يطلب حاجة معينة او ان انا يجيب لي شكل او ان انا نفزه بس لا يعني انا مش بنفز يعني يعني مش بنفز بس يعني انا مصممة اه ما انا فهمة يعني انت انت بتعملي الحاجة لحد ما اللي بتلبي رغبة الشخص اللي هيستخدم الماتيريا لنفسه او المنتج يعني اه اه بالضبط ما هو كل واحد ليه زوء يعني انا برضو هيجيني الزبون اللي هو ايه اه تعجبه الحاجات بتعطي اه تمام دي دي نقول عليها ايه براسلت برضو برضو اه برضو للولاد الصغيرين اه البنات الصغيرين اه اه جميل اوي نقدر نقول برضو ان انت ممكن تبصي على دول كتير مختلفة يعني من خلال السوشيال ميديا برضو بتخليك ان انت تتفرجي على حاجات مختلفة لدول مختلفة اه اه طبعا يعني انا انا نفسي مثلا بتفرج يعني طبعا بتفرج على الناس موجودة هنا في مصر وبتفرج طبعا على الشغل بتاع برا عشان بيبقى حاجة يعني مستوى الهند ميت بيبقى عالي جدا يعني صحيح بس انا احب برضو ان انا اوصل للمستوى ده صحيح مهندسة شيماء محمد فتحي مرسي على شغلك الجميل وبنتمنى ان شاء الله ان مشروعك يكبر اكتر واكتر وكمان تصدري لدول برا ان شاء الله ان شاء الله مرسي لو قودك معنا شرفتين شكرا